منذ أن اختار أهالي مدن وبلدات الغوطة البقاء في منازلهم بدلا من تهجيرهم في هذه الباصات إلى مناطق الشمال السوري تواصل ميليشيا أسد فرض الإجراءات العقابية عليهم آخر هذه الإجراءات رفض الميليشيا الطائفية طلب عدد من تجار المدينة بترميم مشاف داخل مدينة الدومة على نفقتهم الخاصة وعدم موافقتها على إعادة تشغيل مشفى ريف دمشق التخصصي وإعادة تهيئة بعض المرافق الأخرى كالمجلس المحلي وبعض المدارس والمساجد في الغوطة الشرقية وكانت وزارة الصحة التابعة للنظام قد رفضت مطالب ترميم أي من المنشآت الطبية في مدينة دومة دون تقديم أي مبررات لتقوم الوزارة وفي رد على الأصوات المطالبة بتهيئة المراكز والمشافي الطبية بتقديم سيارة إسعاف واحدة لتخديم أكثر من مئة ألف شخص يقطن المدينة وكان موقع أوريانت نيت قد نقل عن أحد المدنيين في مدينة دومة قوله بأنه ومذ سيطرة الميليشيا الطائفية على منطقتهم وهم يفتقدون لأي مشفى يقدم خدماته للسكان بالمجان وأن عددا من الحالات الطبية تضطر للخروج والعلاج في مشافي العاصمة دمشق بعد الحصول على الموافقة الأمنية التي يستغرق إصدارها نحو 24 ساعة حالة التضييق التي تفرزها الميليشيا الطائفية تحت أعين الدوريات الروسية المنتشرة في شوارع مدن وبلدات الغوطة تظهر أيضا من خلال منع فلاحي لغوطة من نقل منتجاتهم الزراعية خارج مناطقهم وإجبارهم على بيعها بأسعار زهيدة لتجار محليين يتبعون لميليشيا أسد ليتم بيعها بأسعار مرتفعة في العاصمة دمشق الخضع لسيطرة النظام